بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون هذه الحلقة الكريمة نخصصها للحديث عن هذه الآية الكريمة وقول الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون بعض الناس يعتقد أن الابتلاء هو علامة على صخط الله وعلى غضبه وهذا اعتقاد غير صحيح الابتلاء آية كونية وسنة ربانية إلهية اقتضتها حكمة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يختبر العباد ويبتليهم إن بالخير أو بالشر والآية تقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة فالابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير بل إن الافتتان بابتلاء الخير أكثر من الافتتان بابتلاء الشر وهذه آية الله التي حكم بها على عباده ولكن الناس يتفاوتون في حال نزول البلاء فمن الناس من يقبل على الله سبحانه ويقول كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون ومن الناس من يتجر ويعترض على الله سبحانه ويقول ما لا يرضي الله سبحانه ويكون من من خسر الدنيا والآخرة ولكنه لو علم ما أعده الله له من ثواب وجزاء يوم القيامة جزاء صبره على هذا البلاء فإنه يستعظم الجزاء ويرضى عن البلاء ويرضى عن الله سبحانه وتعالى ويقبل عليه ويشكره على نعمائه وفضله يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء الجزاء الكبير العظيم الجنة التي عرضها السماوات والأرض هي بسبب البلاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن صخط فله السخت يعني يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الابتلاء والبلاء علامة على حب الله سبحانه وتعالى الاختبار ونزول البلاء إنما هو علامة على حب الله وأن الرضا مع نزول البلاء يعقبه رضا من الله سبحانه وتعالى وأن الصخط والغضب والاعتراض والدجر على نزول البلاء يعقبه الغضب والصخط من الله سبحانه وتعالى ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته دراء صبر فكان خيرا له فحال المؤمن في كل حال إنما هو في رضا من الله ورضوان ويقول صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد مسلم تنزل به المصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا آجره الله من المصيبة وأخلفه فيها خيرا لو يعلم صاحب البلاء ما أعده الله له من الجزاء لاستصغر البلاء ولطالب الله سبحانه وتعالى بمزيد من البلاء ليحصل له مزيد من الجزاء فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين في النعماء الشاكرين في النعماء والصابرين عند نزول البلاء فإن هذا هو الحال الذي يرضاه الله جل في علاه ولقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المثال الأكمل والنموزج الأوفى في الصبر على البلاء فما من ابتلاء من الابتلاءات إلا وتعرض له صلى الله عليه وآله وسلم تعرض لوفاة أبنائه كلهم في حياته إلا السيدة فاطمة تعرض لوفاء الزوجة المخلصة الأمينة تعرض كذلك لوفاء الأحباب من أعمامه وأصحابه الكرام تعرض كذلك لإيزاء قومه وتكذيبه وهو أصدق الخلق وهو حبيب الرحمن كل ذلك حتى يبين لنا أن البلاء ليس آية ولا علامة على غضب الله بل إن عظم البلاء وعظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه حتى يعظم له الأجر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يرضينا وأن ينعم علينا بالجنة وأن يجعلنا مع سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته